اللي هو قتل سيدنا عيسى للتجال هل هذا بالحدث ده معناها أن دي بداية علامات الساعة الكبرى بداية لابد أن أوصل إلى أن للساعة كما تفضلت في التقديمة ثلاثة علامات علامات صغرى ظهرت وانقضت وهي بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وانشخاق القمر وعلامات وسطى وهي ظهرت وما زالت طرمها وهي كثيرة والعلامات الكبرى وهي العلامات التي تفضلت عن تكلمت عن أولها ظهور المهدي وظهور مسيح الدجال ونزول سيدنا عيسى عليه السلام وخروج يأجوج ومأجوج ومسح القرآن من الصدور والسطور وظهور الدخان وظهور الدابة وهدم الكعبة وشروق الشمسي من مغربها إلى آخر العلامات هذه العلامات اختلف فيها العلماء العلامات الكبرى في تقسيمها فمنهم من قسمها إلى علامات أرضية كظهور المهدي والدجال وغيرها من العلامات التي تحدث على وجه الأرض وعلامات سماوية وهي نزول عيسى عليه السلام وشروق الشمس من مغربها وغيرها ومنهم من قسمها إلى علامات دالة على قرب الساعة وعلامات دالة على قيام الساعة ومنهم من قسمها إلى علامات مألوفة وعلامات غير مألوفة في المحصلة بعضهم يذكر أن أول علامات الساعة الكبرى ظهور المهدي لكن بعضهم يقول لا أول علامات الساعة الكبرى هو ظهور الدجال وهذا ما رجحه ابن حجر في الفتح الباري وقال دلت الأخبار على أنه أول العلامات لما يتبع بعضهم من تغييرات تظهر في أمر الناس عامة فذكروا أن أول علامات الساعة الكبرى هو ظهور المسيح الدجال طيب